بعد أسبوع من أعلان المجلس الرئاسي تشكيل لجنة معنية بالشق الأمني والعسكري في الجنوب بإشراف وزارات الداخلية والمالية والدفاع بحكومة الوفاق إضافة إلى ممثلين عن جهاز المباحث العام والمخابرات كلف رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اللجنة بالتوجه للمنطقة الجنوبية ومعالجة الوضع من جميع جوانبه الخدمية والأمنية بعد إقراره مخصصات مالية للترتيبات الأمنية والعسكرية الخاصة بمناطق الجنوب كلف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني كل من السيد عبد السلام كجمان والسيد أحمد حمزة والسادة وزراء الحكم المحلي والشؤون الاجتماعية والعمل وأكلاء وزارات الصحة والتعليم والمواصلات بالإضافة إلى قيادات أمنية وعسكرية بالتوجه إلى المنطقة الجنوبية ومعالجة الأزمة من جميع جوانبها الخدمية والأمنية اللجنة المكلفة ليست الأولى التي يشكلها الرئاسي لمعالجة الوضع في الجنوب بل سبقها تشكيل لجان في السابق على وقع مواجهات مسلحة بعضها يحمل طابعا قبليا وآخر مع مجموعات من المعارضة التشادية والسودانية كان آخرها تشكيل قوة عسكرية لتأمين وحماية المنطقة الجنوبية في الخامس من مارس العام الحالي ولم تقتصر محاولات فرض الأمن في الجنوب على لجان الرئاسية التي لم تحقق أي نتائج على الأرض وفق مراقبين بل أطلقت قوات عملية الكرامة أربع عمليات عسكرية لذات الهدف فمن عملية غضب الصحراء إلى عمليات الرمال المتحركة وفرض القانون وحوض مرزق دون أن يشهد الوضع الأمني في الجنوب أي تحسن وأمام هذا الوضع غير المستقر وفشل المعنيين بالتعاطي مع الجنوب لا يبقى أمام المواطنين هناك سوى المواجهة بإمكانياتهم البسيطة لتدخلات المعارضة التشادية والسودانية وعمليات تنظيم الدولة التي كان أخرها الهجوم على مدينة الفقهة إضافة لمواجهات مسلحة مع مسلحين أجانب في منطقة أملى رانب الأسبوع الماضية فهل ستكون اللجنة الجديدة مختلفة عما قبلها وتحقق نتائجها المرجوة أم ستختفي مع هدوء غبار المعارك في الجنوب ليتم تشكيل لجنة جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر